كمان من أخبارنا النهاردة إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة دكتور صالح الشيخ عن مجموعة من الوظائف المتاحة بالوزارات والهيئات مع بداية العام الجديد الوظائف دي متوزعة ما بين وزارة التعليم ووزارة العدل والهيئة القومية للبريد ومصلحة الطب الشرعي بنتكلم في إجمالي 1224 وظيفة طيب هنبتدي بوزارة التربية والتعليم اللي أعلنت أو أنها محتاجة أنها تتعاقد مع عدد 11114 معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية الأول يعني من أولى لثالثة ابتدائية بجميع محافظات الجمهورية وبتقول أن الراغبين في التقدم للمسابقة دي يقدموا على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز في الفترة من 18 ل31 يناير ده بالنسبة للتربية والتعليم ووظيفة مدرس الهيئة القومية للبريد في عندنا مسابقة مركزية هتكون ل900 وظيفة بالهيئة والراغبين برضو في التقدم للمسابقة هيقدموا برضو على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز برضو في نفس الفترة من 18 ل31 يناير ده البريد وزارة العدل في مصلحة الخبرى بوزارة العدل هتعين 243 شخص وتم الإعلان عن مسابقة لتلبية حاجة مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل لتعين 81 برضو التقديم على موقع الجهاز وفي نفس الفترة بوابة الوظائف الحكومية بجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الفترة مرة تانية من 18 ل31 يناير تربية وتعليم ووزارة العدل وكمان البريد